موجز الأخبار المحلية مع زينا كرام عشر الأوسط 14.50 آم باولو كتانيا لم يسلم من شباك وزارة الدخل ويواجه قرابة ألف اتهام محكمة الاستئناف ترجح كافة أتوى على حساب كاباك في ملف سجل الأسلحة النارية المفاوضات متواصلة في قطاع البناء صبح الخير في أعقاب توجيه 928 تهمة بحق متعهد البناء توني أكورزو وجهت أمس وزارة الدخل في كاباك 989 تهمة لمتعهد البناء باولو كتانيا وشركائه وإلى شركة البناء فرانك كتانيا ويتهم رئيس الشركة باولو كتانيا وشركائه أندري فورتان باسكوالي فيديلي دافيد شارترون مارتين داوو وباسكال باتريس بالضلوع في عملية تصريح خاطئ وبالحصول على إعادات ضربية بطرق ووسائل غير مشروعة بين عامي 2005 و2009 كما تشمل الاتهامات ست شركات أخرى شاركت في تطبيق مخطط الفواتير الوهمية مما سمح لشركة البناء فرانك كتانيا بمطالبة الحكومة باسترجاع ضرائب وهمية هذا ويتعرض المتهمون لغرامات مالية إجمالية قد تصل قيمتها إلى 12 مليون ونصف المليون دولار ويتعرض أيضا لعقوبات باستجن المتهمون بالتلاعب على النظام الضريبي في الشؤون المرتبطة بالعقود العامة في قطاع البناء هذا ويرزح باولو كتانيا تحت وطأت 132 تهمة وغرامات مالية قد تصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون دولار وتمكنت وزارة الدخل في كابك بالتعاون مع الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد من اكتشاف هذا المخطط على هامش عملية حملت اسم فوفيل وفي إطار التحقيقات الجارية وعمليات المراقبة الضريبية أبطلت محكمة الاستئناف في كابك الحكم الصادر عن المحكمة العليا في كابك والذي كان يلزم الحكومة الفيدرالية بتحويل المعلومات المدرجة في سجل الأسلحة النارية والخاصة بكابك إلى حكومة المقاطعة وفي القرار الصادر عن المحكمة تشير القادية نيكول ديفال أسلر إلى أن الحكومة في كابك ليس لها أي حق فعلي بالحصول على المعلومات المدرجة في إطار السجل الفيدرالي وبأن البرلمان الكندي بإمكانه اتخاذ قرار خاص به يقضي بالتوقف عن جمع المعلومات أو حفظها وفي ردود الفعل أعرب وزير العدل في كابك بيرتران سنتارنو عن خيبة أمله من القرار الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف وأعلن الوزير فورا عن عزمه رفع القضية إلى المحكمة العليا الكندية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد كما أنه سيسعى فورا إلى تعليق القرار كي لا تعمد أتوى إلى إطلاف المعلومات أثناء متابعة الإجراءات القانونية ووافقت أمس الخميس محكمة الاستئناف على مطلب الوزير إلى حين بت المسألة على يد المحكمة العليا الكندية مضى على إضراب 77 ألف عامل في قطاع البناء أحد عشر يوما وقد علقت المفاوضات بين تحالف النقابات وجمعية البناء في كابك لغاية اليوم الجمعة في عقاب لقاء عقده بشكل منفصل الوسيط الخاص الذي عينته الحكومة في كابك بكل طرف على حدة ونعود للإشارة إلى الضغوطات التي تمارس على العاملين المضربين عن العمل في القطاع المؤسساتي والتجاري والصناعي بغية التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن في الوقت الذي تلوح فيه إمكانية اللجوء إلى قانون خاص يضع حد فوري للإضراب ويلزم العاملين بالعودة إلى العمل مع التذكير أن رئيسة الوزراء بولين ماروا تعود من المكسيك يوم السبت المقبل وعندها قد تعمد إلى اتخاذ قرار بشأن النزاع القائم ترأى تعديل أساسي على جدوى الأعمال رئيسة الوزراء في كابك بولين ماروا التي تترأس بعثة تجارية في المكسيك حيث دعيت في اللحظة الأخيرة للقاء الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نيتو ودم اللقاء لأكثر من 45 دقيقة بحضور السفيرة الكندية في المكسيك وترحت على طاولة البحث عدة مواضيع تتعلق بالتبادلات التجارية إنما لم تتطرق مرواء إلى قضية انفصال مقاطعة كابك عن كندا إنما تحدثت عن الحكم الذاتي في كابك نشير إلى أنه من النادر أن يلتقي رئيس وزراء إحدى المقاطعات الكندية برئيس الدولة أثناء التبادلات الثنائية وأكد محيط رئيسة الوزراء أن هذا اللقاء ينم عن تقارب وثيق بين كابك والمكسيك وبينيا نيتو قد وصل إلى رئاسة المكسيك في كنون الأول ديسمبر من عام 2012 وأكدت مرواء في أعقاب اللقاء الذي شمل القضايا الاقتصادية والبيئية وتنمية الطاقة والتبادلات بين الجامعات أن المسؤولين في المكسيك قد أعربوا عن اهتمامهم بالمقاربة الكابكية لتلك الملفات وبأنه سيصار إلى تنظيم أجندة على قاعدة تلك المحاور نعيد التذكير أن تاريخيا كندا والمكسيك هم أعضاء في اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الشمالية وتربطهما علاقات وثيقة أكثر مما هو الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية ومؤخرا بشرت المكسيك في تعزيز العلاقات الثنائية إلى جانب كندا في خطوة مفاجئة أعلن مفوض مكافحة الفساد روبير لافرنيير أن الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد عمدت إلى مصادرة مبلغ 720 ألف دولار في إطار عملية أونوري والتي سمحت لغاية الساعة بتوقيف 37 شخصا ومن ضمنهم رئيس بلدية لافال السابق جيل فيانكور الملفت للانتباه هو أن هذا المبلغ كان بحوزة لجنة التحقيق المستقلة برئاسة القادية فرانس شاربونو والمكلفة بالتحقيق في ادعاءات الفساد في القطاع العام وبشكل خاص في قطاع البناء وقامت اللجنة بتسليم مبلغ 721 ألف وتسعمية وعشرين دولار للمحاققين في الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد الذين كان بحوزتهم أمر مصادرة من المحكمة في كابك نعيد التفكير أن هذا المبلغ النقدي هو مكان متبقيا في صناديق حزب برو دي لافالوا الحاكم في بلدية لافال والذي تم الحصول عليه من العمولة بنسبة 2% المفروضة على عقود البناء التي كانت تمنحها إدارة جيل فيانكور لشركات الاستشارات الهندسية ومتعهدي البناء استبعدت الحكومة في كابك على ما يبدو فكرة إرسال مستشار إلى بلدية موريال لتسهيل إدارة البلدية إلى حين إجراء الانتخابات العامة في 22 نوفمبر المقبل علما أن هذه الفكرة قد أثيرت في عقاب توقيف رئيس البلدية السابق مايكل أبلبوم على يد عناصر الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد وفي عقاب اللقاء جمعه أمس الخميس برئيس البلدية المرحلي لوران بلانشار أعلن الوزير المسؤول عن منطقة موريال جان فرانسواليزي أن الحكومة لن تضع بلدية موريال تحت الوصاية لأن مجلس البلدية الائتلافي يعمل بشكل جيد وبأن البلدية تمكنت من المحافظة على الحيوية الإدارية وشكر الوزير لزي رئيس البلدية الجديد على هدوئه وأشاد بكفاءة الرجل التي ستسمح له بقيادة البلدية إلى حين موعد الانتخابات المقبلة من جهاته أشار بلانشار إلى أن فكرة مطالبة الحكومة بمرافق كانت مطروحة على الطاولة إنما لن تفرض على المواطنين في موريال وبأن هذا الطرح غير وارد في الوقت الراهن إلا إذا كان مطلبا ملحا من قبل المقيمين في المدينة وجد رئيس البلدية بالنيابة في لافال أليكساندر ديبليسي مجددا نفسه في وضع محرج فقد رفع ديبليسي شكوى للسلطات الأمنية في كيبك إثر تعرضه لعملية ابتزاز وكشفت السلطات الأمنية لوسائل الإعلام المحلية أنه في أعقاب مطالبته بخدمات بائعة هوى وبعد وصولها إلى منزله بصحبة إمرأة أخرى تعرفت إحدى النساء على هوية رئيس البلدية عندها قرر هذا الأخير إلغاء الموعد دون تسديد ثمن الزيارة في أعقاب ما حصل طلب من ديبليسي تسديد المبلغ المتوجب عليه عدة مرات مما دفعه لرفع شكوى مشيرا أنه يتعرض لعملية ابتزاز هذا ولم يصار لغاية الساعة إلى توجيه أي اتهامات في إطار القضية المذكورة لا تعتزم الحكومة في كباك التغاضي عن الأخطاء التي ارتكبتها شركات الاستشارات الهندسية وذلك على الرغم من أن تلك الشركات تأكل الحصرم في حين أن العمال يدرسون فقد أعلنت مؤخرا شركة دوسو عن تسريح ثمانين موظفا وبأنها لا تستبعد اللجوء إلى إجراءات مماثلة بشكل أسبوعي في أعقاب استبعادها عن العقود العامة بسبب عدم أعطاء تصريح لها بالعمل إلى جانب الحكومات أو البلديات على مدى خمس سنوات بقرار صادر عن هيئة الأسواق المالية وارتفعت حدة الضغط عندما قام نائب رئيس الشركة فريدريك سوريول بمبادرة شخصية مع نشر كتاب مفتوح في وسائل الأعلام وبعث رسالة بهذا الخصوص لرئيسة الوزراء بمحاولة لإنقاذ الشركة والمحافظة على الوظائف في ردود الفعل أكد الوزير جان فرانسواليزي أنه من غير الوارد العفو عن أفعال الشركات الضالعة في عمليات التواطئ والفساد وبأنه من المؤسف أن يدفع موظفو الشركة الثمن وتبع الوزير جان فرانسواليزي قائلاً أن بعض الشركات ستتمكن من عبور العاصفة والبعض الآخر سيختفي عن الخارطة انتهى الموجز شكراً لحسن المتابعة